موسيقى أهلا بكم مشاهدين كرام في الحلقة الرابعة من حلقاتنا مع الفريقة والركن نزار الخزرجي رئيس أركان الجيش العراقي سابقا تحياتي لك مرة أخرى سيارة فريق عطفا على نقطة كنا ذكرناها في الحلقة السابقة المتعلقة بالدعم بعض الدعم العربي لإيران في حربها ضد العراق في الثمانينات تحدثنا عن دولتين سوريا كان دعمها قوي لإيران عسكريا وسياسيا استراتيجيا وليبيا ولكن الدعم الأساسي كان من سوريا ونحن نعلم هذا ليس خفيا ولا سرا أن العلاقة كانت متوترة حتى بشكل شخصي بين الرئيس السوري حافظ الأسد والرئيس العراقي صدام حسين كانت هناك حادثة حينما التقى الرئيسان عند الحدود أتوقع في نهاية الحرب العراقية الإيرانية ربما كانت في محاولة للتقربة والصلح بينهما وأنت عندك معلومات أولية مما حدث خلال ذلك الاجتماع ما الذي حدث؟ هو الحقيقة الرئيس في أحد المرات ذكر أنه صار لقاء مع الرئيس حافظ الأسد على الحدود العراقية السورية لغرض إعادة ترتيب العلاقات منتهم يعني لا يتجاوزون الماضي فأنا الحقيقة قلت لسيادة الرئيس يعني أنا أعرف أو سامع أنه حافظ أسد لسانه طويل شوي وممكن يقول كلام غير مناسب بالنسبة أمام سيادتك أو لسيادتك يعني واحد يتحفظ من الناحية فهو بقوا على المرافق مالا كان من أقرباء فالشاب لطيف قال أنا قتله المرافقين إذا ما تطاول بكلمة حافظ أسد فورا إرقي القبض عليه وإذا قاوم ارميه بالمسجس اقتله هذا هذا صدام حسين هكذا يعني يعني في توقع كان ممكن يعملها يعني والله يعملها صدام حسين يعملها يعني هو كثير محتز بنفسه كان وما كان يسمح لي أحد هنا حتى إذا كان رئيس دولة حتى إذا كان رئيس دولة يعني هذا ليس معارضا أو رئيس حزب أو قائد ديني أو زعيم ديني هذا رئيس دولة ذات سيادة وحتى اللقاء ليس داخل العراق على الحدود بس هذا هو حكاة لنا وتتوقع أنه كان ممكن يقوم بذلك والله ممكن كان ممكن يقوم بذلك أنا أنا صور كان ممكن وما صار شيء أكيد ولكن كان ممكن طيب يعني هذه الصورة ربما تلخص لنا طبيعة العلاقة بين الشخصين كيف كان ينظر إلى حافظ الأسد يعني هل كان يعني علاقته بحافظ الأسد كيف كانت؟ والله دع أحكي لك هو صدام حسين أنصر عروبي بعثي حقيقي يعني يؤمن بالوحدة يؤمن بالعروبة يؤمن بأن البلد العربي ينبغي أن وأحدنا مرات حكي عن إسرائيل قال هذه إسرائيل خلينا نعترف كواقع حيالي أنا صمعت واقع ومسندة ودولة نووية ومسندة إلى ولاية المتحدة فالتفكير بإزالتها بالقوة شيء غير منطقي إحنا ممكن أن ننزلنا بالشكل التالي أن العراق يتقدم بشكل واضح وبقية الدول العربية تحذو حذوة وما نقول إحنا ممكن نصير الوحدة كما نريدها بس يكون هناك تقارب عربي وتكاتف عربي وتماثل عربي في السياسة والاقتصاد والعسكر آنذاك راح نكون قوة كبيرة أمام العالم آنذاك إسرائيل راح تكون قوة ثانوية العالم قد يتعامل معنا يفضل أن يتعامل معنا كقوة ثانوية على أن يتعامل مع إسرائيل وإسرائيل إذا أهملت كثير من الجو إلى إسرائيل ممكن أن يعودوا إلى بلدانهم ولا تنسون أيضا أن المرأة الفلسطينية واللادة وسنة بعد سنة وهناك نوع من الديمقراطية أو ديمقراطية في إسرائيل وسنة مع سنة نسبة السكان العرب ستكون عالية العمل الديمقراطي لصالح القضية العربية من الممكن أن يكونوا جزء كبير من الدولة الإسرائيلية أعيدك نظرت لحافظ الأسد فلذلك هو مؤمن بالوحدة العربية وكان يعتقد بأن حافظ الأسد لا يمثل للبعث وحافظ الأسد عنصر قطري وطائفي وخالي يقول استفاد من الحزب لأن يحكم باسم الحزب بدون أن يحقق أو يعمل على مبادئة الحزب هكذا كان يفكر طيب تحدثنا عن سوريا وتحدثنا عن مجموعة الدول الأخرى بقي لنا مجموعة من الدول التي يفترض يفترض بين قوسين أنها ساعدت العراق نتحدث عنها بأوجالة كان هناك السودان واليمن وتوقع حتى موريتانيا أعطينا بعض الملامح من طريقة العلاقة بين هذه الدول والعراق إبان الحرب العراقية الإيرانية يعني السودان الحقيقة أرسلوا لواء ولواء جيد وهذا الرواء جاء إلى قاطع الأوسط بالفرق الثاني ولكن كان في السودان يوجد حرب أهلية الجنوب جورج قرنق جورج قرنق جورج قرنق جورج قرنق جورج قرنق كان قام بعملية تعرضية تجاه الخرطوم ووصل إلى مناطق قريبة من الخرطوم فلذلك السودانيين أخبروا القيادة إيراقية من أنهم محتاجين إلى هذا اللواء فاللواء أعيد إلى السودان دون أن يشارك بأي شيء وبالنسبة لليمن؟ بالنسبة لليمن العلاقة جيدة جدا بين الرئيس اليمني وسيدان حسين فكان الرئيس اليمني يرسل ألوية لواء في كل مرة كل بفعة أشهر يرسل لواء إلى العراق لغرض أن يشارك الواقع اللواء اللواء يعني ما بمقاومات اللواء الحقيقية لا ضبط ولا ربط ولا تدريب ولا إمكانيات ولا قدرات فإحنا نقعد نقعد نعيد تدريب لللواء ونجعل خلال ثلاثة أو أربعة شهور في نهاية يصبح لواء واقف على يعني تمام فيسحب يرسلنا لواء آخر للتدريب وهكذا وهكذا إحنا دربنا عدد مناسب حوالي خمس أو ستة ألوية من الجيش اليمني جاءنا ناس بعيدين على الأسكرية رجعنا من قوات مسلعة ولم يشاركوا في أي معركة أو لأي حرب لا أحد الألوية اللي كان في قاطعنا بعد أن أكمل تدريبه قبل أن يجي اللواء البديل أعطينا مواضع في المناطق الخلفية ليس على الجبهة الحقيقة هو ذيول الجبهة كنا حريصين على أن يعطي خسار إذن أغلقنا الآن ملف العلاقة العراقية مع الدول العربية الدعم من غير الدعم أو لنقول الدعم بين قوسين العربي للعراق في الحرب ضد إيران العملية العسكري ونحن الآن سنتحدث بشكل عسكري العملية بدأت كما قلنا في سبتمبر 22 سبتمبر 1980 الفكرة الأساسية منها كانت أن يكون هجوم كاسح ضد القوات الإيرانية في العمق الإيراني بهدف تعطيل الجيش الإيراني حتى لا يصبح تهديدا للعراق في المستقبل وكان العراق كان يحاول أن يقوم بنفس طريقة العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل عام 67 حينما دمرت سلاح الجو المصري بشكل فجائي وكاسح لكن ذلك لم ينجح فعليا بالنسبة للعراق نعم بالنسبة إلى القوة الجوية بالساعة 1200 من يوم 22 128 طائرة كوجبة أولى قامت بعمليات ضرب المطارات والقواعد الجوية الإيرانية ثم كررت بعد أربع ساعات مساء يعني أبل 1600 يعني معناها ساعة أربعة مساء الضربة بأربعين طائرة أخرى من انتهت هذه المهمة الرئيس طلب من قائد الرئيس طلب من قائد القوة الجوية قال أريد أن أرى الصور الجوية للضربات حتى نقدر حجم الخسائر التي صارت قال سيادة الرئيس الحقيقة لم نصور نحن رفعنا الكاميرات وضعنا مكانها قنابل واعتدى وإلى آخره الرئيس رأسا ندار إلى رئيس الأركان وإلى وزير دفاع قال توقعوا بكرة الإيرانيين سيقومون بغارات جوية شاملة عننا عرفوا بأن الضربات لم تكن مؤثرة وفعلا هذا ما حدث أن هذه الضربات لم تدمر إلا عدد جدا محدود من الطائرات يعني ثلاث أربع طائرات لأكثر تحدثت عن عدد الطائرات العراقية بالنسبة لبريا عدد الجنود الذين شاركوا في الاكتساح البري بالاكتساح البري الذي شاركوا فيه قاطعين القاطع الجنوبي اندفع بخمس فرق ثلاثة مدرعة واثنين آلية بالتجاه المحمرة الأحواز هذا تجاه واحد والاتجاه الثاني الشوج دزفول دزفول وصلوا إلى منطقة الخفاجية وقصوا الشيرين وهذه قدروا يحتلوها ما هي أبعد وأعمق نقطة داخل الأراضي الإيرانية وصلتها قوات العراقية هم وصلوا جنوب الأحواز بحدود 10-12 كيلومتر وتوقف هناك ووصلوا الخفاجية وفي الخفاجية شرع يوم 6-1 القوات الإيرانية بأربع هجمات بأربع هجمات يعني بعد مرور يوم 22-9 الحرب بعد مرور شهرين وسبوعين أو 3 سابيع شرع الإيرانيون بعمل الهجمات المقابلة فهاجموا في أربع مناطق من اتجاه الأحواز دفعوا قطاعات إلى الخلف حتى تكون الأحواز بعيدة عن مرمى المدفعية الإراقية وبالخفاجية كانت الفرقة التاسعة المدرعة هاجموها بالفرقة 16 وبلواء المظلي 55 الفرقة 16 المدرعة ولواء 55 وأوقعوا خسائر كبيرة بالفرقة المدرعة التاسعة وانسحبت عبر النهر القيادة قيادة الفيلق الثالث قامت بهجوم مقابل باللواء المدرع العاشر اللي كان يقوده محمود شكر شاهين عميد ركون ضابط لامع محمود شكر شاهين وكانت الدبابات اللواء الوحيد اللي بـ 120 دبابة تي 72 حديثة فقام بهجوم بنسق بكل دبابات من 120 فتحها كلها بصف واحد وهاجم الإيرانيين وستطاع تدمير الفرقة المدرعة 16 101 دبابة مدمرة 37 ناقلة أشخاص مدرعة مدمرة والسولة كغنائم على 120 دبابة أخرى كلها و 68 ناقلة أشخاص مدرعة وهذه آخر معركة دبابات دخلوها الإيرانيين ورها إطلاقا ما دخلوا أي معركة دبابات هجوم كاسح تماما من أجمل المعارك كان هذا الرجل قاد معركة يفتخر بها الإيرانيين بالمناسبة بعض من هذه الدبابات الغنائم ذهبت إلى الدبابات 120 دبابة والنقلات الأشخاص المدرعة حوالي 45 دبابة أرسلت بعد الحرب إنما أنا كنت كهدية إلى القوات المسلحة الأردنية هذه شكلت لواء مدرع من شفتن وفوج مشات آلي منقول بناقلات الأشخاص المدرعة هدية من الرئيس الضام إلى الملك حسين بعد انتهاء الحرب نعم طيب كان هناك طبعا الأمم المتحدة مجلس الأمن أصدر قرارا مطالبات بوقف إطلاق النار ووسطات دولية الملاحظ أنه سرعان ما بعد العملية الافتتاحية سرعان ما وفق الرئيس على قرارات إطلاق النار في محاولة لترسيخ المكاسب وأنه يضع القوات هناك واحتلال لأنه تصبح هذه المناطق فيما بعد يعلنها تابعة للأراضي العراقية وكأنه كان يعول على استسلام الطرف الإيراني لأنه كان ضعيف خارج من ثورة القيادة العسكرية الإيرانية كانت إما سجنت أو أعدمت بعد الثورة لكن حساباته شكلها ما كانت تماما مئة بالمئة ما هي الغاية هي الغاية من العمليات التي رسمت إلى الأركان العامة والأركان العامة نفذتها إبعاد القوات الإيرانية عن الحدود العراقية لمسافة ثمانين تشعين مئة كيلومتر وليس تدمير قوات المسلحة الإيرانية فلذلك وراء أسبوع عندما رضياء الرئيس 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 الباكستاني كان هو يترأس المؤتمر الإسلامي جاء التوسط لإيقاف إطلاق النار بيننا وبين إيران الرئيس الدام رئيسا نوافق لأن اعتبر رئيس حقك أنه أبعد الخطر الإيراني عن الأرض العراقية لم يكن يفكر بأن هذه المناطق تعود لإيران أو يسول عليها العراق أبدا وإنما أعطاهم درس أبعدهم يجي ضياء الحق بشروط على الجانبين أن لا العراق ولا إيران يصير تحرش بالبعض ويصير سلام بينهم هذه نقطة وقف إطلاق النار هذه نقطة لازم نتوقف عندها كثيرا لأن خلال ثمان سنوات من الحرب العراق إما وافق أو اقترح أو طالب بوقف إطلاق النار مع إيران ما لا يقل عن تسعة مرات على مددد ثمان سنوات وإيران في كل مرة تنفي ترفض سواء كانت هي متفوقة في الحرب أو خاسرة في الحرب الحقيقة يعني صدام حسين الهدف مال كان إبعاد الخطر الإيراني وليس تنميره الإيرانيون والخميني بالذات استغل ما اعتبر اعتداء إيراقي عليهم فستمر لتلكيز سلطات كلها بيدي وخلال هذه الفترة اللي الثمانين وواحد ثمانية ثمانية صف جميع أعداء كل أعداء صفهم وأصبح هو ولي الفقيه الحاكم الوحيد المطلق في داخل إيران وهو كان يؤمن تماما بأن العراق البوابة اللي يجب أن يقتحمها ويشيطر على العراق لغرض الانطلاق إلى بقية الدول العربية فلذلك هو تصدير الثورة كان أحدى المبادئ الأساسية اللي يقل فيها خميني فلذلك في كل ظروف إذا كان هو منتكس أو كان هو مسيطر كان يرفض لأنه كان يعتمد على أن العراق ليست له القدرة للبشرية ولا المادية ولا البشر الموجود يستمر بحرب طويلة بينما إيران قادرة على هذا بعض المصادر الاستخباراتي الأمريكية التي نشرت حديثا أشارت إلى أن صدام حسين كان مهتما جدا بوقف الحرب لدرجة أنه كان يرسل في بعض الحالات بعض الوسطاء مرة رجال دين مرة ديبلوماسيين من دول أخرى وإيران ترفض بل ووصل الأمر بصدام حسين أنه اقترح أن يتوجه هو شخصيا إلى طهران للقاء الخميني لوقف اطلاق النار ولكن الخميني رفض استقبال ورفض هذه المبادرة عندك فكرة عن هذه النقطة؟ لا أنا لا أعني فكرة هذه المصادر الأمريكية لكن ما أعتقد أنه صدام من النوع الذي يطلب أن يذهب إلى خميني ويزور أو يصعط في أطلاقا هذا ليس صدام بالمناسبة من الطرف الإيراني أيضا كان هاشم رفسنجاني رئيس البرلمان حين أتوقع كان من أشد المتطرفين فيما يتعلق بوقف اطلاق النار كان يرفض وقف اطلاق النار رفسنجاني في عنصر مراوغ يعني ليس كل ما يقول يعنيه وإنما عنصر داهية هو مراوغ يعني ويتعامل بالسياسة وبالكلام لغرض أن تسفاد ويسفاد هو شخصيا وإيران من هذه التصريحات فما أعتقد يعني هو كان متطرف هو كان يعتبر من الجناح المعتدن والعقلاني ولكن يعني أحيانا حتى يبقى محتفظ برئاس الوزراء أو برئاس البرلمان يزايد أحيانا مفهوم وعلي خاميناي كان حينها الذي هو المرشد الحالي الآن كان حينها الرئيس الرئيس الإيراني بعد نعم بعد فترة علي خامي هو من تلامذة الخميني المخلصين وهو يحمل نفس المشاعر ونفس الأهداف التي يحملها الخميني نعم حينما قامت إيران بالهجوم المضاد نعم تصدعت الخطوط العسكرية العراقية شيئا ما نعم ورصد بعض الحالات من الانشقاقات لم تكن كبيرة ولكن كان هناك انسحاب لعدد من الجنود العراقيين هناك من التحق بالطرف الآخر بالخصم هناك من تخاذل هناك من استسلم هناك من تراجع أحكي لنا عن هذه الظاهرة لأنه النتيجة كانت مباشرة الإعدام صدام حسين والجيش العراقي لم يكن يستسل في هذه المسائل أحكي لك هذه الظاهرة تقولها لم تكن كبيرة الحقيقة نعم هناك بعض الجنود من طائفة معينة كانوا متأثرين بالفكر الخميني بالفكر الطائفي من الممكن أن قتالهم لم يكن بالمسائل المطلوب أو أن البعض منهم إنما هجموا استسلم مثلا مثلا على سبيل مثال بل قسم منهم محدودين جدا مكثيرين انضموا لجانب الآخر وشكلوا من ما يسمى بقوات بدر في الجانب الآخر وقوات بدر قاتلت العراق مع الجيش الإيراني ولكن هذه الظاهرة لم تكن بشكل كثير من هؤلاء كثير من هؤلاء هم من أهم السلسة العراقيين حاليا نعم 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 معظمهم من جماعة بدر من جماعة بدر لقاتلوا العراق والجيش العراقي صحيح طيب من الطرف الآخر صدام كان يعول على عرب الأحواز أنه يتعاطفوا مع الجيش العراقي وربما أن يدخلوا في القتال مع العراقيين أو على الأقل يسندونهم بطريقة ما ذلك لم يتحقق هذا صحيح وهذا لسبب أنا بتقديري السبب الأول أنهم طائفيا تأثروا بخميمي اللي كان يعني هو من طائفة معينة وهم من نفس الطائفة ثانيا أن القطعات اللي دخلت في المراحل الأولى بالعبق الإيراني لم تتعامل يهم بشكل بشكل مطلوب وإنما كان هناك نوع من الشكوك بأنهم قد يكون عيون على الجيش العراقي فهي عدم الثقة اللي موجودة هي اللي خلتهم أن يبكون مع الجانب الآخر إذن ما كان يفترض أن يكونوا معنا مفروض يكونوا سند للجيش العراقي بالضبط هم طبعا عرب وصدام حسين كانوا يعول على هذا من النقاط هذا اللي صار أنه قسم التصرفات القوات التي دخلت من أخطاء الجيش كان يعتقدون بأن هؤلاء عيون على الجيش العراقي وتعامل معهم بشكل ظاهر يعني تعاملا غير لطيف طيب هناك نقطة هذه طبعة الحرب العراقية الإيرانية على مدى ثمان سنوات أنه طريقة تعامل القيادة العسكرية وصدام حسين بالتحديد مع القادة العسكريين والضباط الذين يعتقد أنهم إما تخاذلوا أو استسلموا أو لم يؤدوا الواجبات كما هي أو لم ينفذوا الأوامر كما يجب كانت عادة العقوبة صارمة جدا وهي الإعدام نتحدث في هذه النقطة بعد الفاصل إذا سمحت مشاهدين كرام نتوقف ونعود بعد لحظات قليلة أهلا بكم مجددا مشاهدين كرام سيادة الفريق المبادئة كانت بيد الجيش العراقي في الأشهر الأولى من الحرب كان هو المتقدم هو المكتسح هو المسيطر الكلمة له المبادر كان ولكن في الواحد وثمانين نعكست الآية نعكست الصورة بدأ الجيش العراقي يتململ شيئا يتقهقر شيئا والجيش الإيراني بدأ يقوم بعملية هجوم مضاد عسكريا وسقطت المحمرة وهذه معركة مهمة جدا سقوط المحمرة كان نقطة مفصلية في السنوات الأولى من الحرب بالضبط عدد من الضباط اتهموا بسوء الإدارة في معركة المحمرة نعم لا أعلم أن كان ذلك دقيقا أو لا ولكن تم إعدامهم صحي برتب عسكرية عالية وكانوا قادة فرق وقادة فيالق نعم أعطينا فكرة عن عملية إعدام الضباط الذين اتهموا بسوء الإدارة في المعارك من الغريب أن الضباط الذين أدموا في معركة المحمرة لواء صلاح القاضي وعميد ركن جوال أسعى الشتنة من الضباط المتميزين ومن الضباط الشجعان وهم أو بذات صلاح القاضي كتب تقرير قال هذا لا يمكن الدفاع في منطقة المحمرة بعد أن تراجع الجنش العراقي إلى المنطقة الحدودية وقد محتفظوا بالمحمرة وعندوا قطعات تراقب نهر الكارون الإيراني وعندوا فرقة احتياطية مدرعة قال هناك وكان هو اقترح أما تنسى بالقطاعات كلها لأن معركة اعتبرها خاسرة أو أن ترقق القطعات اللي موجودة ترقق يعني يخفف من عداء يبدأ ينقلها إلى الجانب العراقي وينشئ خمسة جسور تحسبا للمعركة تربط بين المحمرة وبين الضفل الأخرى بالجانب العراقي عبر شطة العراب وأن تتقسم المسؤولية بين الفرقة الدعاش اللي كانت ماسك المحمرة بقوة 22 لواء 22 لواء يعني وما يعدل سبع فرق كانت هذه الفرقة تديرها فاقترح أن تقسم المسؤولية بينها وبين الفرقة اللي موجودة في الجانب الآخر في الجانب العراقي الفرقة 15 في مطقة أبلو الخصيب لدفاع عن البصرة وتعبر الفرقة الداعش الجانب العراقي ونرقق القطاعات لأن هذه المعركة خاسرة لكن الأركان العامة أو رئاسة الأركان العامة رفضت وطوء أمر أن تدافع عن المحمرة كما تدافع عن بغداد مع أنها معركة خاسرة خبر لا يبقى إدارتها ونتائجها ستكون كذا فخاسرة خاسرة خلينا نقلل من حجم الخسائر نرقق من جنودنا نرقق من تشكيلاتنا ليس نجي ندفع 22 لواء بها رفضت طبعا رياسة أركان وحدث ما توقع هو بعد أن عبروا الإيرانيين إذن نفذ الأوامر هو طبعا هو اقترح ولكنه نفذ في نهاية وقت هو كان عنه ما بقتنع ولكن نفذ الأوامر فبعد عبر الإيرانيين طوروا هجومهم فضربوا سد الحدودية فما ضربوا سد الحدودية إن عزلت أصبحت المحمرة معزولة تلاحظة شون ثم حوصرت المحمرة حوصرت بالقطاعة الإيرانية ولم يكون هناك مجال لتعسيسه بالعتاد والسلاة وغيره إلى أن نفذ العتاد الموجود عنهم فقسم من الجنود عبروا سباحة قسم السفادة من الجسر الواحد ليس خمس جسور رفض رئيس الأركان أن يعمل خمس جسور عمل جسر واحد فقسم عبروا إلى الجانب الآخر وأعداد كبيرة وقعت بالأسر الرئيس يعتبر التقصير من جانب قائد الفيلق ومن جانب قائد الفرقة المدرعة الثالثة التي كان واجبة هو الهجوم المقابل لهذه فمحكمة سريعة سووا وقعدوا على ثرها وادموا بعدين لما أعرف صدام حسين بعد فترات يعني أشهر أنه المقترحات مال الفيلق كانت بالشكل الذي ذكرته خبرها قال أبو مثنة ليش لم تخبرني بهذه المقترحات أبو مثنة هو رئيس الأركان الرئيس الأركان أبو مثنة أبل جبر شنش هو يقول احترمي ليش أبو مثنة ما خبرتني بهذه المقترحات سكت لم يجعب أما بالنسبة للحالة الثانية عفوا قبل ما تذهب للحالة الثانية ألم يكن يجدر به حينها أن يحاكم الذين رفضوا مقترحات القادة الميدانيين حينها يعني رئيس الأركان يجب أن يحاسب على الأقل هو دع أحكي لك هو كان يثق ويعتبر الرجل الأمين والأمان بالنسبة لصدام حسين مهم جدا وماذا عن ألاف الجنود أو عشرة ألاف من الجنود العراقي الذين إما أسروا أو قتلوا هذا اللي صار الحالة الثانية الإعدام الثانية البارزة هو إعدام العميدركون برهان خليل برهان خليل كان آمر لواء ثمانية ثلاثين عندي في فرقتي وطول فرقتك كانت بأي مكان سابعة بالقاطع الأوسط في القاطع الأوسط مقابل أي منطقة بتحديد كنتو مقابل مندلي مندلي هذا السد كان بيد القوات العراقية هاجموا الإيرانيين استولوا عليه فشرع قائد فرقة بعدد من هجمات المقابلة كل هذه الهجمات لواءين أو ثلاثة سبقوا برهان لواء برهان فشلت في هذا الهجوم فلذلك منصدر الأمر الحركة أن يكون بأمرت الفرقة الـ 12 المجاورة حتى يقوم بهذا العمل برهان قال سيدي أنا رايح بس طرع أنا راح نعدم قال شو قال أنا راح نعدم أنا أعرف قال كيف قال أنا متابع المعركة هذه لواءين أو ثلاثة قبلي فشلت في إزاحة العدو من سبقين جون راح قائد الفرقة أنا عرف يقول لقائد الفرقة راح يوجهني بنفس الاتجاه وراح يفشل لواء أعظا لأنني أنا مو أفضل بكثير من الألوان اللي راحت وما مصير الألوان اللي راحت ما مصيرها ما مصيرهم ما مصيرهم ما مصيرهم فيش له يعني ما يعني حكموا هما لا ما حكموا فبرهان راح من راح هناك كان الرئيس موجود في مقر الفرقة الثانية قال لأ برهان أنت في المعركة بعض الفرقة السابعة الفلانية كنت مقدم وكنت قمت بعمل مميز فأعطيناك رتبتين أنت مقدم عملناك عميد ركم عميد ركم الآن عندك واجب إذا ما نجعت في هذا الواجب راح تحاسب بحجم المكافأة التي صارت لك تلاحظ فقام بالهجوب بنفس التوجه بنفس الأسلوب وكانت الهجمات غير موفقة فطلب قائد الفرقة قال يا سيدي الموقف في هذا الشكل أنا عملت كذا وكذا وكذا ماذا تقول قال لأ أنت بالمعركة وتديرها قال لأ أرجوك تعال يمي شوف وجهني إذا أنا مخطئ في شيء أما قال لأنا مجغول عندي غير واجبات من هو الشخص اللي يكلم هذا قائد الفرقة 12 الرابط هو كان الحقيقة خامل فمصير الهجوم يعني اللواء لم يستطع أنه هذه وتراجع اللواء فرأسا أوقف صار مجل استحقيقي من السخبارات العسكرية كان لواء مهر أنا ذاك معه مدير السخبارات مهر عبد الرشيد مهر عبد الرشيد كان عميد يمكن وهو كرئيس المجلس فصار توقيفه فمن وقفه أرسله ورجعوا للفرقة فمن جاء الفرقة أنا عرف البرهان من الضباط من ما ما قال لي أنا شفت الرئيس ورأس أجيحك معي قال سيدي أنا أتفضل هذه الأشرطة والتسجيلات أنا ضابط استخبارات القديم هذه التسجيلات التي كنت أدير بها المعركة والتي كنت أتكلم مع القائد وتوجيه القائد وجواب القائد إلى أن قلت يا سيدي تعال أنت شوف المعركة إذا أنا مخطئ أو يوجهني يقول أنا مجهول يعني التسجيلات يفترض أن تبرئ ساحته نعم التسجيلات تبرئه من المسؤولية سمعتها شفتها ما يقصر إطلاقا سمعت تسجيلات الصحيحة ولكن التاجم منطقة مركز بها العدو وكل المدفعية جامعها أي قطعة تتقدم يسحكها بالنيران نعم إلا هذه سمعت تسجيلات كل التسجيلات سمعت فأنا هذه التسجيلات رأسا أرسلتها إلى أمين سر القيادة العامة قلت أرجوك خلي هذه التسجيلات شوفها واسمعها عميد برهان قام بما عليه وأكثر التقصير ليس منه وخلي شوفها الرئيس أو إنت سمع الرئيس والطيموجة ذا الرئيس برهان غير مقصر هذا الرجل الحقيقة هو كان هذا الرجل ما قام بهذا الطلبته فبرهان كان يمي تهاونا أو قصدا والله لم يقدر مسؤولية الحجم القضية فأنا برهان الحقيقة ما خلت بالمعتقل خلت مع الضباط الآخرين وقل تعال عندي بالغرفة يجي ونحكي وما أدري إيش كان رابط مميز هو كان في حالة توقيف هو كان موقوف بس أنا خلت مع الضباط الآخرين وغالبا ما أرسل عليه احكيدي عن المعركة احكيدي فيواب أنا كنت مؤمن من أرسلتها لهذه للأشرطة أنا كنت مؤمن بأن سيد الرئيس راح يشوفها ويسمعها ويشوف أنه غير مقصر فقلت برهان انت يا أخوي روح انزل البغداد روح شوف أطفالك وزوجتك بغداد قال لي سيد الله خليك هذه مسؤولية كبيرة ما أريدك تتحملها ممكن ترسل لي على أولادي قال طبعا أرسلنا سائق مال جاب أولاده عند طفل وطفلة وكان هو يلعب معهم وهذا يعني ذاك اليوم وجابهم عندي بالغرفة هذه في هذه الأثناء هو قاعد يمي وأطفاله يلعبون بره جاء ضابط رقل الثاني مالي جاب لي رسالة مغلقة تفتح من قبل قائد الفرق بالذات سري وشخصي تفتح فقط من قائد الفرق يعني المسألة خطيرة فتحتها أنا هو قاعد دباع قال ينفذ حكم الإعدام بالمقدم الركن مو العميد الركن نزل المقدم الركن برهان خليل رميا بالرصاف غدا بالساعة السادسة صباحا يحذر قائد الفرق ومسؤولي الحزب وممثلين من كل التشكيلات عملية الإعدام ويلقي يعني ويعرف أنا أحب البرهان بوع صدام حسين أيضا يمكن أنه يختبرني ويلقي قائد الفرق خطابه بعد الأعدام تكلم بالمناسبة بالمناسبة الإعدام توقيع صدام حسين توقيع صدام حسين أنا داقرة هيك شافني يعني وضعي ومرتاح قال لي سيدي أخاف عندك شغلة بهذه لابد أنها في شيء مهم إذا تسمح يعني يا أخوان يا ضباط ما خطر على بلو أبدا أنه ممكن يعدم لا هو أنا من ذات هذه من هذا قبل ما يجي هذا الخطاب قال لي سيدي ترى الرئيس كان مقرر في الوقت الثاني ومن شافني قل لي برهان ترى إحنا أعطيناك ريتبتين وكرمناك إننا في عملية ناجحة الآن إذا في شغلة عملية ستحاسب بمقدار التكريم أو أكثر ويمكن توقع أنه التسجيلات ستؤمن حياته قال لي قلت برهان لماذا لم أقلت لي يا أخي لماذا لم أقلت لي الرئيس كان أنا رحت على الرئيس قال لم أقلتك سيدي المهم هذا الكتاب برهان طلع أنا سيحضر ضابط ركن الثاني من أرواح الضباط أيضا استشهد ضابط ركن الأول أعطيت البرقية خراها قام يبكي وأنا دامش أقول بكرة تهيئ مجموعة اعدام وتبلغهم أن يضربون لأن أحيانا جماعة الجنود يستخطون أن يضربون بالأرض لا يضربون على الهال يستهدفون يضربون في منطقة الصدر لا يضربون بالرأس في منطقة الصدر حتى أضمن أن يستشهر رأسا لحد يقيا لحد من هو من أصدقائي ثقبي قال أكو ولد اسمه سالم عقيد سالم باش عالم هو هذا برهان من المصل هذا أي من المصل أنصر متدين فقيت خليجي ساعة أربعة ويجيب قرآن كريم ويقرار القرآن ويخبر بالصحية ويخبر فخبر ثاني يوم الصبح جاء برهان غير مقيت عفوا وقفك هنا سيادة الفريق أنت الآن لم تبقى بيدك أي وسيلة أطلق لتفادي الإعدام أن أنفذ أو لا أنفذ أن أنفذ أمر الرئيس الواضح والصارم أو لا أنفذ طيب شيل تليفون على الرئاسة واسأل إذا صدام حسين سمع التسجيلات لا لا ينفذ حكم الإعدام بدون مناقشة بدون مناقشة أو مراجعة ينفذ حكم الإعدام بكذا ويحضر كذا ويلقي قائد الفرقة كلمة حول هذا الموضوع فمن الصبح جاء ما مقيت ورافع رأسه جاء إلى خشفة الإعدام وين يوقف مع الضباط ومع جنود من التشكلات الأخرى حسب الأمر الموجود كيف كان متماسك متماسك جدا بد إذا شدوا إذا قبل ما يعد وقال سيدي قائل أنت تعرف والكل يعرفون بأنني ضابط شجاع وأنا لم أقصر من قصر ذنب عليها وأنا بريء من عندها عاش الجيش عاش العراق عاش الشعب أظهر بالهذه فأنا الحقيقة منتهى الشجاعة منتهى الإخلاص منتهى الوطنية منتهى الانضباط العسكري منتهى الانضباط العسكري فقالت كلمة شلقي كلمين أنا في وضع نفسي طبعا جيدا تعبان فقالت أحيانا الأوامر يجب أن تنفذ ماهما كانت حتى الضباط الشجعان إنما لا ينفذ أمر بشكل مطلوب قد يحاسبوه شكرا عن هذه ورجعت السيارة الحقيقة تعبان جدا أنا الله شاء الله وكتبت الرئيس ما صار بالضبط كتبت للي صار الرئيس علق عليها لا حول ولا قوة إلا بالله وإن لله وإن إليه راجعون هو الذي أمر بالقتل لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإن إليه راجعون غير مفهومة بعشرين أو ثلاثة أعيد الاعتبار إليه اعتبر شهيد طيب والذي أساء إدارة المعركة فعليا حصل في بغاية وحيل التقاعد لم يحكم لم يعدم لا لم يعدم طيب حتى نفهم فقط هل هي مسألة قرابة واسطة ولا لا لا مناطقية عشائرية مذهبية لا هو ما رأي يكون صدام حسين يغل في العقوبات اعتبر هذا ضابط فاشل قائد الفرقة وحال التقاعد بعد سقوط المحمرة سيادة الفريقة يبدو أنه كان هناك خلل ما في إيصال المعلومة الدقيقة لما يحدث في الجبهة على الأرض إلى القيادة العامة إلى الرئيس صدام حسين لذلك ربما حينها أحس أن هناك ربما خلل معين في إيصال المعلومة الدقيقة أو ربما ثقة في الأشخاص الذين يفترضون أنهم يوصلون المعلومة كاملة كما هي لم تكن في محلها حينها بدأ يعتمد تماما ومباشرة رأسا على الضباط في الميدان بدلا أن تذهب بالتاراتبالي عسكرية العادية المعروفة صدام حسين ذكي وعنده القدرة على استيعاب المعلومات وتكون إلى خبرة كويسة من خلال سير المعارك يعني اليوم الأول من المعركة مو مثل السنة الأخيرة من المعركة بعدين استوعب وبدأ يوعي وبدأ يناقش وبدأ إلى آخره وأصبح كفوق الحقيقة هذه واحدة ثنين أنه صدام حسين عندما شعر بأن هناك خلال ما في المعلومات التي نقلت إلى إختار عشوائيا من قوة المحمرة المنسحبة ضباط وضباط صف وجنود عشوائيا وصارت لقاءات وستدعيت أنا وضابط آخر إلى حضور هذه الاجتماعات وهذه الاجتماعات كانت أحيانا تستمر ساعات وساعات وحيانا إياه الفجر في هذه كانت قسم من الضباط وهذه قالوا إحنا يا سيدي إحنا نحبنا وما نعرف ليش نحبنا إحنا ما تحت فرصة أن نقاتل إحنا كذا تبين أن هناك خلل كبير في إدارة المعركة على ظوها على ظوها صدام حسين من بعد معركة المحمرة اللي كانت معركة أصابت العراق بمصيبة الحقيقة حتى حلم تسوي الشعب مفاقد على ما تسوي العسكر حتى ما تسوي الشعب يعني بدأ يشعر بأننا وقعنا انتكسنا نكسة كبيرة صدام حسين من بعد معركة المحمرة وبعد أن يلتقي بالضباط والجنود ومنهم أرف المواقف ومنهم أرف أن هناك سوء كبير في إدارة المعركة سواء من الأركان العامة أو من قيادة الفرقة من هذه اللحظة قرر صدام أن يتدخل أكثر مما كان من السابق تدخل هل كان إيجابي أو سلبي في سير المعارك؟ والله إذا أحكي لك إذا أنت تحكي للموقف بشكل صحيح هو له القدر عليه السنتج الشيء الصحيح وإذا تذكر أنا ما أذكرت اليوم موقف إيجابي إذا ما أجده فورا فتعتمد على كيف تنقل له القبر ومن قسم من القادة كانوا يبالغون في نجاحاتهم أو يقللون من حجب خسائرهم يقولون له ما يريد أن يسمع ما ينقلون الصحيحة فهو بالتأكيد من يسمع قراره ما سيكون دقيق لأنه ما نقل إلى شيء مدقيق إذا كان هناك بعض القادة العسكريين الذين يقولون له ما يريد أن يسمع بدل من أن يقولوا الحقيقة خوفا من غضبها أو أقوبتها هذا السنتج من معركة المحمرة السنتج أن ما جاء إلى لم يكن كل الحقيقة أراد أن يعرف الحقيقة من أفواه المقاتلين هل كنت تتوجس شيئا ما تتخوف تتردد في قول الحقيقة له أبدا أبدا لأن أنا أعرف صدام أولا كان هو مقتلع بأن أقول الحقيقة دائما ثانيا أقول الحقيقة كانت لمصلحة حتى على نفسي ما هي مصلحة القوات المسلحة وما هي مصلحة عراق ويعرف دائما أن ما أقوله هو موشي شخصي بقدر ما هو لمصلحة القوات المسلحة حتى إذا كان فيه مخاطرة بحياتك وبسلامتك أحكي لك أحد المرات جانا وقال أنا قررت أن يشكل ألوية مهمات خاصة من الحزبيين خميني يشكل حرص خميني من العناصر التي تأيدها أنا أشكل من هذه شون رأيكم كلهم قالوا نعم هذا إجراء صحيح أنا قلت لها سيدا أنا ما أيدك قلت لي ليش قلت لأيت هناك فرق بين الإنسان العراقي والإيراني العراقي متمرد بطبعه ليس بسهولة قناعة الإيراني رأسا وخصوصا إذاقاء الديني يؤمي بما يقول هذا فرق كبير اثنين هم معظم قطعاتهم من الفلاحين ومن الأميين ومن الطبقات المسحوقة نحن الحزب هذا هو قمة البلد المدراء عامين ومدراء وموظفين وحزبيين رئيسيين أنت راح تأخذ زبدة البلد في ألوية مهمة خاصة تقاتل بها الإيرانيين هذه قلت لها يا سيدي هذه أولا راح تكون خسارة كبيرة بعدين هؤلاء هؤلاء لا يمكن أن يقاتلوا كقطاعات نظامية إطلاقا اثنين القائد العسكري يصنون دولة بأمرتين من المحتمل إذا فيش المعركة دولة معها يذهبها برأسهم أو يتركهم ويروحوا فعلا لي صار في القاطع الفلاق الرابع تركوهم في معارك نسحبوا وتركوا ألوية المهمة خاصة وكلهم يتأسروا القتل قتل والأسر أسر قال قال هو قال بالله جثة كريتية قال فريق نزار يحكي يعني يحكي على قصر قبته يعني حتى لو يعرف أنه الأمر قد يطلب أن تنقصه هذي هو يحكيه إذا تلاحظ شون أنا الحقيقة كنت كنت أولا لأني لم أفكر فيهم من اليوم أتأمر عليه ما كنت أخشى شيء ثانيا كنت أنا أمانة يبني بغي أن أقول للقائد الأعلى مني حقيقة ما يدور هذا كان نهجي إذن سقطت المحمرة عام 82 وانسحب الجيش العراقي إلى الحدود الدولية بينه وبين إيران وتلك مرحلة أخرى من المراحل الكثيرة للحرب العراقية الإيرانية نفتح ملفها في الحلقة المقبلة بإذن الله سيد الفاريخ شكرا لك وشكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام على حصن المتابعة كان معكم بدل الدين الصاغ نلتقي الأسبوع المقبل السلام عليكم اشتركوا في القناة